هذا من الصعب قوله أو معرفاته أنه هناك بعض الأمور الخاصة بتجمع التبرعات وبعض الأمور الأخرى التي هم من يذهبون إلى الأبواب ويعني يترقون الأبواب ومن سيد ترامب أيضا ليس لديه يعني كانت أموال كافية وهي أيضا تحاول السيطرة على هذه الأمور من ناحية الانتخابية بعض الاستراتيجيات الديمقراطية أنه لا يجد هناك رغبة واسعة هناك ميول في المجتمع اللاتيني والأفريقي الأمريكي وأيضا هذا من الممكن أنه يجذب بعض الناخبين تجاهها ليجب أن ننتظر ونرى وإذا كانت فعلت شيئا جيدا ستكون النتائج مختلفة على ذكر المال الذي تحدثت عنه واستخدامه يعني قلت بأن ترامب ليس لديه ما يكفي من المال لكن قد حصلت عليها ربما هاريس وهنا يعني يطرح تساؤل عن رجل أعمال مثل ترامب لماذا لا يملك المبلغ الكافي ولكن لفتني ما أطلقه إيلون ماسك من جائزة يا نصيب لمن يصوت مبلغ مليون دولار هل استخدام المال السياسي بدأ واضحا في التأثير بقرارات الناخب هل هذا مريح لكم كأمريكيين هل هي سابقة في الانتخابات الأمريكية أن يستخدم مال السياسي بهذه الطريقة طبعا ليون ماسك هو شخصية نادرة ولديه هذا البرنامج لإعطاء الأموال من أجل كسب الناخبين وطبعا هناك أمور لها دخل بالدستور الأمريكي لا أعرف لكن هناك بعض الطعن في المحاكم أنه يتهمونه ببعض الأمور الخاصة التي هي ليست قانونية هذا سوف لن يأرجح أي صوت برنامجه لم يسبب أي تصويت يغير النتيجة لكنه هو مع ترامب ويحاول دعمه وأيضا وصل إلى نجاحات واسعة من ناحية التكنولوجية ولديه أيضا أولويات وأيضا هو يعرف الكثير من النجوم في الهوليوود وما شبه ذلك فأيضا تابعون هذا الأمر معهم من ناحية نجاحاتهم مثل السيد موسك ونجاحاته هي كبيرة جدا